اشتركوا في القناة تكون الذاكرة طبعا كانت طريقة كنت قد شرحتها لكم بشكل مبسط ولكن كان قد طبقها أن ذاك مجموعة من الأشخاص وقد حصلوا لنا نتائج إيجابية مؤخرا توصل معي أحد أولى الأشخاص واخبرني أن الطريقة تعمق فيها يعني ذهب فيها بعيدا يعني اختص في تلك الطريقة إذن كما تعرفون منصة تواصل اجتماعي فيها ترافيك خيالي لو تكلمنا مثلا على منصة X أو تويتر سابقا فالترافيك الموجود فيها يعني يكاد لا يصدق فيسبوك نفسه نفس التويتر انستغرام كذلك يعني ريديت نفس الشيء يعني ترافيك كبير جدا يعني بالملايين ليس بالملايين بالملايين إذن هذه المنصة أو هذا الترافيك لابد أن فيه أشخاص مهتمين بشراء متجاتلة فبالتالي الفكرة هو ما فيها كيف نستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص المهتمين ودائما لا تنسوا أن استراتيجيتنا لهذا اليوم مجانية 100% يعني لن ندفع للإعلانات تمام إذن أولا وقبل كل شيء من الصات البلانت أون ديمان التي نتكلم عنها ليست مثل مثلا ميرش بي أمازون ميرش بي أمازون مثلا أو أمازون بحد ذاتها كمنصة فيها ترافيك يعني مشتري أو لديه قدرة شراء عالية يعني لن نحتاج إلى الترويج خارج أمازون أصلا يعني أمازون كما قلت ترافيك الموجود فيها لديه يعني مدام قد دخل أصلا إلى أمازون فنيته الشراء إذن مستوى الشراء مرتفع لا يوجد أي مشكل في أمازون الإشكالية وين تكون تكون في مثل هذه المنصات البسيطة مثلا منصة تي شيب التي ترافيك الموجود فيها 123 ألف أو 122 زيارة شهريا يعني ترافيك صغير جدا ترافيك صغير جدا و وغالبية أصلا هذا لهذه هؤلاء يعني 122 ألف غالبيتهم قد تم يعني يعني دعوتهم يعني طريق الترويج خارج المنصة يعني ليست يعني هذا الترافيك ليس لا يثق حصرا في المنصة ويدخل الشراء مثل ما يفعل في أمازون نفسها نفس المنصة الثانية وهي viral style يوجد فيها حاليا نسبة زيارات 438 ألف زيارة شهريا إذن أيضا ترافيك يعتبر قليل جدا إذن الإشكالية هنا أننا حتى لو وضعنا تصاميمنا أو تصاميمنا هنا على المنصة على منصة viral style أو تي شيب فالإشكالية هنا أنه لا يوجد ترافيك ليشتري إذن الترافيك الموجود يدخل الشراء قليل قليل جدا إذن الإشكالية أو هنا يعني يبدأ المشكل ويبدأ الحل إذن لابد أن نأتي من الترافيك من مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا منصة تواصل الاجتماعي كثيرة جدا تمام الآن أعتقد أن الفكرة واضحة جدا إذن الطريقة التي سوف نعتمد عليها كالتالية أو قبل الدخول في الطريقة هناك من سوف يشتغل على فيرس طايل جيد جدا ولو أن فيه القيل والقال حاليا لديهم خدمة عملاء سيئة جدا أنا شخصيا لم أعد أشتغل في فيرس طايل بالرغم من أن يأتيك هامش ربح أعلى من الكل ولكن يعني لسوء الحظ يعني عندما نقول غالبا لا نجد أن يعني كل منصة لديها عيوب وإيجابية لا نجد منصة مثالية هذا هو الإشكال فيرس طايل من ناحية الأرباح جيد ولكن من ناحية خدمة العملاء سيئة فبالتالي أنا لم أعد أتعامل مع تيشيب ما بين وبين تيشيب يعتبر لأنها منصة جديدة تريد أن تفرض نفسها فهم يعملون يعني في تحسين جودة خدماتهم من أقصى حد وأعتقد أنها منصة جيدة لكن الذي يشتغل عليه شخصيا المنصة التي تشغل فيها شخصيا والتي أقوم بتستعمال في هذه الطريقة هي منصة تي بوبليك تي بوبليك منصة تابعة لمنصة تريد بوبلي والطرفيق الموجود فيها 9 ملايين زيارة شهريا وبالمناسبة تي بوبليك قاموا بتحسين الباكفوند الخاص بهم بشكل رائع يعني تم تحسين جودة خدماتهم يعني على مستوى الخدمات اللوجستيكية وأيضا على مستوى ما يسمى بالالغوريتم يعني نسبة البحث والوصول والسيو الخارجي يعني لمحركات البحث يعني تم تحسين المنصة يعني منصة تي بوبليك أنا أراها أنها منصة رائعة جدا تمام الآن دعونا ننتقل إلى رب الموضوع دعونا ننتقل إلى كيفية الترويج لمنتجاتي البرانت ونديماد على منصة التواصل اجتماعي بشكل مجاني إذن أول خطوة ستقوم بهذه الذهاب إلى جوجل تقوم بتنصيب أي VPN عندك مجاني تقوم فقط بالدخول إلى جوجل وتقوم بتحميل أي إضافة عندك أو أي VPN لا يسمى مهم فمثلا هنا في أوبيران عندي أصلا مجاني أوبيران تعطيه بشكل مجاني فقد تكفي أن تضغط هنا وتختار أمريكا ثم تفاعل الـ VPN بهذا الشكل إذا لاحظت معي هنا يوجد مورروكو من المفترض أن تتغير إلى ولكن دعونا فقط نتأكد أننا قد قومنا بتفعيل نعم تمام إذا لاحظتم معي أن جوجل قد تغير مر الكلام تبقى هنا إذن بعد ذلك سوف نقوم بكتابة العبارة التالية في جوجل بهذا الشكل إذن فقط قوموا بكتابة هذه العبارة ثم طبعا أنا استعمالت الـ VPN كما ترى معي يقول لأن هناك إشكال فقط نتركه كما هو ثم نقوم بالدغط على I am not robot طبعا نقوم بتجاوز الكابتشا تمام الخطوة التي بعدها سوف نتجه إلى image بعد ذلك سوف نذهب إلى tools ثم نذهب إلى time ونقوم باختيار آخر 24 ساعة الآن ركز معي جيدا سوف تجد أن هناك عدة مواقع هناك متاجر وهناك مواقع تواصل اجتماعي المتاجر سوف تجد هنا أمامها in stock هذه لا تهمنا المتاجر لا تهمنا نحن ما يهمنا هي منصة تواصل اجتماعي مثلا منصة تويتر أو منصة X إذن مثلا هذا الدزاين يهمنا نضغط على بإزدل أيمن للفأرة ونقوم بالدغط على open link and new window ثم نحلل الصفحة إذن على ما يبدو أن ليس فيها أي شيء مهم إذن ننتقل إلى الدزاين الآخر إذن فقط كما قلت نبدأ بالبحث التي نعرف أنها منصة تواصل اجتماعي التي تهمنا أما مثلا Spreadshirt أو غير ذلك فهي لا تهمنا إذن فقط نبحث على منصة تواصل اجتماعي مثلا reddit reddit مثل فيسبوك هي منصة للتواصل الاجتماعي تقوم بالضغط بإزدل أيمن الفأرة وتقوم بالضغط الopen link and new tab إذن نذهب إلى reddit إذن لنرى I need this t-shirt نضغط على consulting مثلا هذا الشخص 23 ساعة منذ النشر البوست طبعا الديزاين بسيط ليس فيه شيء مؤقد فقط يعني هذه النجوم التي تظهر أمامكم فقط عن طريق يعني الديزاين ليس شرطا تكون حقيقية تمام لنرى ماذا قال له الناس do you want طبعا هذا الشخص كتب له منذ 12 ساعة do you want the shit link يقول له له نعم ok what's the boys care I didn't see on it on there تمام هذا الشخص طبعا منذ سبع ساعات لحد الآن لم يتوصل ب يعني الرابط الخاص بهذا t-shirt إذن أنا ماذا سوف أفعل سوف أتجي مباشرة إلى أي برنامج تصميم سواء canva أو photoshop أو إلسترات أو أي كذلك برنامج التي تستعمل ثم تقوم بتصميم هذا الديزاين وتقوم برفعه على t-public أو كما قلنا في hairstyle أو t-ship بعد ذلك تأتي إلى هذا المكان إلى التعليقات وتقوم بكتابة له هل ما زلت تريد طبعا لابد أن تكون عندك هنا الحكمة كاملة أو كاملة موجودة في كيفية الكلام يعني لابد أن تتوصل معه بطريقة جيدة تقنعه فيها ليست مسألة إقناع ولكن مسألة التواصل الجيد يعني لا يهم أن تقنعه أم لا تقنعه هذا ليس مهم المهم أن تتواصل بشكل جيد إذا نركز على هذه النقطة تقول له مثلا مثل ما قال له هذا الشخص هذا الشخص غالبا سوف يبيع له التي شيرت غالبا لأن طريقة كتابته أو طريقة التواصل معه جيدة قال له هل تريد ورابط هذا التي شيرت سأله بشكل جيد الشخص قال له نعم فغالبا الشخص لأن كتب له منذ 12 ساعة يعني الشخص الذي أجابه منذ 7 ساعات يعني هناك في التواصل ولكن غالبا لو كان الاثنان لأتمام تلك الصفقة يعني هذا الشخص سوف يقول له نعم وهذا الشخص سوف يقول له انظر إليك هذا الرابط لهذا التي شيرت سوف يرسل له طبعا الرابط ويقوم بالشراء من خلاله هذا الشخص يربح وهذا الشخص يربح إذن أتمنى تكون الفكرة واضحة طبعا أنا الآن أطيتكم مثال على ريديت ولكن يمكنكم أيضا تطبيق الأمر على منصة تويتر وأنا شخصيا أعمل في التويتر بشكل خرافي في التويتر الإشكالية أن في تويتر أنا سوف أعطيكم مثال لآخر شيء قمت به على التويتر مثلا هذه الفتاة طلبت هذا تي شيرت طبعا في العشرين ديسمبر يعني البارح قالت I need this تي شيرت طبعا يمكنكم أترى التي شيرت كيف هو this is for valentine video games طبعا ديزاين بصير جدا أنا ماذا فعلت طبعا قمت بتصميمه اتجهت إلى كانفا وصممته في بضعة دقائق يعني الأمر لم يكلفني إلا بذى دقائق ثم اتجهت إلى T-public وقمت بالتواصل وإتمام الأمر يعني الأمر أسهل مما تتوقعون إشكالية هذه استراتيجية التي تشاركوا معكم الخاصة بGoogle أن تعطينا كل شيء يعني لا شيء سوف يعني يفلت كل شيء سوف تجده هنا جميع المنصات تواصل اجتماعي سوف تجدون هنا الفيسبوك أنا كنت قد وجدت هنا الفيسبوك كما رأيتم ريديت تويتر حدث ولا حرج يعني جميع من السلطة سوف تجدونه هنا والرائع والجميل في الأمر أنه فقط الآخر 24 ساعة لأننا حددنا ذلك يعني من هنا فقط آخر 24 ساعة عدد كبير جدا كل شيء موجود هنا فقط اشتغل وأيضا لا تنسوا أنه يمكنكم فعل الأمر بشكل معكوس يعني تتجهون مثلا إلى منصة ريديت هذه منصة ريديت هذا هو المحرك البحث الخاص فيها طبعا تقوم بحدف دائما هذا المكان يعني تتركه كذف بدون يعني بدون تتركه كذف فارغ وتقوم بالبحث مثلا I need هذه الطريقة شغالة ورائعة هناك من يستهين بها ولكن I need this t-shirt بهذا الشكل فيما search طبعا بعد ذلك يمكنكم تخصيص البحث يعني تقوم باختيار فقط مثلا ما تم انتجه مؤخرا يعني past يعني آخر 24 ساعة سوف تجد هنا مجموعة يعني يطلبون يعني هذا t-shirt مثلا آخر أسبوع غالبا المشكل في رديد أن هم يقومون بعمل bullet تكون private يعني غالبا في search لن تصل إلى الشيء تريد وعكس twitter twitter كما تعرفون أن القيادة العليا لتويتر قد تغيرت فبالتالي تم إيطاء الحرية أكبر فبالتالي يمكن الوصول من خلال search لو بحثت مثلا فقط عن I need this t-shirt سوف تجد يعني كما ترى معي آخر شخص 26 أو 16 دقيق هذا الشخص 25 دقيقة بحثت 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 أو كما ترى هنا شخص غالبا هو يقوم بعمل ديزاينات بي 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 بحثت شخص شكرا شكرا لك شكرا بحثت شكرا شكرا بحثت من ونفس الشيء مع الفيسبوك ومع الإنستغرام لأن الفكرة ما فيها بسيطة لا تكلف وقت كبير ويمكنك استهداف عدد كبير هنا فقط ملاحظة حسب تجربتي في التويتر لكي يظهر البوست أو ما يسمى الأجوبة لكي تظهر إذا قمت بكتابة له مثلا هنا تعليق لكي يظهر يجب أن يكون عندك الحساب قديم الحسابات التي تم إنشاؤها حديثا فيها إشكالية قد لا تظهر كما أنه يمكن عمل تعليقات فوق التعليقات فبالتالي يصعد التعليق يعني هذه الاستراتيجية أيضا ممكنة هذا كل ما في الأمر طبعا من يريد حسابات تويتر قديمة فقط يتواصل معي ووفرها بثمانين جيد جد مناسب هذا كل ما في الأمر استراتيجية رائعة وشغالة لمن يريد الترويج بشكل مجاني يعني لن تدفع أي شيء فقط تأخذ وقتك وتبدأ بالبحث قم بفتح نوت بادلت سجيل الروابط الخاصة بالبوستات التي فيها أشخاص مهتمين وتقوم بتسميم لهم وطبعا أهم نقطة كما قلت لكم في المقدمة هي التواصل بشكل جيد يعني إن لم تكن تتواصل بشكل جيد فلن تبقى أي شيء عكسي لكن تتواصل بشكل جيد يعني تعرف كيف تتواصل فسوف تحقق مبيعات بالطريقة والأمر سهل وبسيط جدا وكما قلت لكم الطريقة مجربة وفعالة ليس فقط من طرفي ولكن من طرف العديد من الأشخاص شكرا لكم على المشاهدة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة